تحية طيبة لجميع المتتبعين هذا الفيديو خاص بالوثائق المطلوبة لموعد منحة البطالة عندما يستطيع أي شخص حجز موعد مقابلة وبذكر هذا الموضوع موعد المقابلة يعني ما عنده تاريخ رسمي أو تاريخ معين يفتح فيه موقع هو يفتح الموقع في ولاية ويغلق في ولاية يفتح فيه فترة ويغلق فيه فترة في هذه الفترة يكون الموعد بزاف كي تنتهي الموعد في فترة معينة يفتح الموقع لحجز موعد يعني معينة أخرى أما الوثائق المطلوبة لموعد منحة البطالة هي شهادة تعهد والتزام مستخرج من المنصة وموقع عليها من طرف المعني هنا يعني التوقيع يعني يمضي معني فقط دون التوقيع في البلدية وصل مستخرج من المنصة أيضا بطاقة تعريف الوطني سك بريدي مشتوب يعني شيك وعليه خط مائل فقط شهادة عائلية للمتزوجين أما للعزاب يعني ما كانش حتى شهادة وثيقة تثبيت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية هذه بالنسبة للذكور فقط نسخة من شهادة التعليم العالي أو التكوين المهني إن وجدته لما عندوش حتى شهادة لا داعي لهذا الموضوع